بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين إخوتي أخواتي أيها الموالون يا شيعة أمير المؤمنين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة وصلنا إلى منزل من المنازل التي يمر عليها الإنسان وهي من أشدها ومن أخوفها ومن الأهوال يوم القيامة وهو الخروج من القبر هذه ساعة من أشد الساعات على بني آدم من أشد الساعات على بني آدم خروج الإنسان خروج بني آدم من القبر من الأجداث الكل يخرجوا الكل يخرجوا في ساحة واحدة هذه الساحة تسمى ساحة المحشر موقف المحشر الكل يقف عليها هس على رأي يقف عليها عرات عرات ربي كما خلقتني لكن المؤمن يغطيه نور إيمانه المؤمن يغطيه نور نور إيمانه وكل منشغل بنفسه محد الأغرض بالثاني لا أحد ينظر للآخر لا أحد يسأل الآخر كل ينظر إلى رحمة الله ويترقب رحمة من الله جل وعلا وهي من أشد الساعات على الإنسان كما يتروا الرواية مولانا أشد ساعات بني آدم ثلاث أشد ساعات بني آدم ثلاث الأولى الساعة التي يعاين فيها ملك الموت التي ذكرناها في سكرة الموت في حال الاحتضار إذا نظر إلى ملك الموت هنا يهتز هذه من أشد الساعات على بني آدم الساعة التي يعاين فيها ملك الموت هذه وحدة والساعة التي يخرج فيها من قبره الساعة التي يخرج فيها من قبره يعني حالة النشور حالة الخروج من القبر هذه من أشد الساعات على بني آدم ليس ساعة هنا مولا آدم هذه الثانية والثالثة الساعة التي يقف فيها بين يدي الله للجزاء والحساب والعقاب إما أن يؤمر به إلى الجنة وإما أن يؤمر به إلى النار أعاذنا الله وإياكم منها تحشر الناس في صعيد واحد كل ينادي ونفسه كل إنسان منشغل بنفسه الأب، الأم، الأهل، الأولاد، الزوجة، الزوج كل منشغل بنفسه كل ينادي ونفسه والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تأتي الأم إلى ولدها تقول له ولدي حملتك في بطني في عالم الدنيا حملتك في بطني تسعة أشهر وأرضعتك وربيتك وصهرت الليل لأجلك ولدي ماذا تريدين أمه؟ قالت ولدي أريد حسنة واحدة أريد حسنة واحدة هذه الحسنات كثيرة هنا أنت الآن تمر على واحد تقول له السلام عليكم هذه السلام عليكم فيها تسعة وستين حسنة عليكم السلام رد السلام فيها حسنة واحدة السلام تسعة وستين حسنة تحصل بمجرد أن تسلم السلام عليكم هناك في يوم القيامة إذا خرج الإنسان من قبره يدور على حسن واحد حسن واحد ماكو الأم تأتي إلى ولدها ولدي حسن واحد الأب ولدي حسن واحد الولد يأتي إلى أبيه أبتاه أنا ولدك أنا عزيزك أنا حبيبك أنا فلذة كبدك ماذا تريد ولدي قال أبا أريد حسن وإذا كل ينادي رسول الله يقول كل ينادي ونفسه كل منشغل بنفسه كل ينادي نفسي نفسي إلا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك المواقف المهولة العظيمة المخيفة ينادي ربي أمتي أمتي إلهي وربي أمتي أمتي يشفع لأمته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا تحشر الناس في صعيد واحد ويأتي دور الشفاعة لا يشفعون إلا بإذنه الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله جل وعلا رسول الله يشفع الإمام علي عليه السلام يشفع لشيعته تأتي فاطمة الزهراء يا شيعة يا موالون تأتي فاطمة الزهراء على رؤوس أهل المحشر يا أهل المحشر غضوا أبصاركم وتعطئوا برؤوسكم نزلوا روسكم هذه فاطمة بنت محمد تريد أن تجتاز من المحشر فتأتي بدرنوك درنوك محمل من النور يشع إلى عنان عرش الله ومن حولها الملائكة والحور حتى تقف على رؤوس أهل المحشر يقول فتلتقط شيعتها فاطمة الزهراء تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الردي شايفين الطير شلون يختار الحب الجيد من الحب الردي فاطمة الزهراء تختار شيعتها تختار شيعتها واحد واحد وأنت من شيعتها وتدخلهم بشفاعتها إلى الجنة ويأتي العمام الحسن فيشفع ويأتي الحسين يا حسين يا غريب ويأتي الحسين فيشفع لشيعته يشفع للزوارة الإمام يشفع لمن خدمه يشفع من في قلبه ذر من حب الحسين عليه السلام أحد الأخوة يقول أنا كنت أنا هالليلة سماعت هذا الموقف وأنا في زيارتي إلى الإمام الحسين عليه السلام ذاهب أزور الإمام سلام الله عليه كان أخوة ويايا فأحدهم نقل لي قال لي شيخنا أنا طلعت مكان بعيد في بلد ما بي حتى رائحة الإسلام لا توجد فيه ما في أي مسلم يقول فسألني أحدهم ما يعرف عربي يقول يتكلم عربي تكسر يعني قليل عرب يقول سألني من أين أنت من أين جاي هو من أهالي كربلاء صديقنا عزيزنا أبو زهراء يقول فأنا أجبته أجبته قلت له أنا من كربلاء الحسين يقول مو مسلم مو شيع ولا مسلم قلت له أنا من كربلاء الحسين يقول رفع إيدها هكذا قبضها قل للحسين الحسين قل لبلاء الحسين يقول وإذا أرى هذا الرجل مو مسلم ما يعرف الإسلام يقول ضمني إلى صدره لعشر دقائق يقول عشر دقائق ضمني وأخذ يشتم يقول لي فيك رائحة كربلاء فيك رائحة الحسين فيك رائحة الحسين أنت شدلك شعرفك على الحسين من أين تعرف الحسين وأنت مو شيع ولا مسلم بعد بس يعرف الحسين ثورة الحسين فخر الحسين سعادة الحسين عزة الحسين ما من ثائر اقتدى بالحسين إلا ونجح تعلمت من الحسين هذا غاندي تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر المظلومية مو مولانا خسران مو في كل وقت خسران لا انتصار مولانا الحسين يأتي فيشفع لشيعته لزواره لمن مشى إلى الحسين مشى أميال أميال طريق بعيد ليل مع نهار مشى إلى الحسين يخليك الحسين ما يشفع لك مولانا أنت الذي تتحمل الحر والبرد والقتل والذبح والإرهاب لأجل الحسين أيتركك الحسين في ساحة المحشر وأنت تحتاج إلى شفاعته هيهات هيهات هذا الحسين وارد المنوني هذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه فيشفع أهل البيت واحد تلو الآخر في ساحة المحشر يخرج الإنسان من قبره الآية الكريمة ماذا تقول أسمع في سورة المعارج عن الخروج من القبر بسم الله الرحمن الرحيم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعة يطلع من قبره مشرع ما يدري وين ينطي وجهه ما يدري وين لكن شلون حاله خاشعة أبصارهم منزل عينه إلى الأرض إلى الأسفل طبعا إلى أن يوصل زين خاشعة أبصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يعدون ذليل يسير مطيع يسير هذا الإنسان المتكبر هذا المغرور هذا الإنسان وإذا يوم القيامة خاشعة أبصارهم من الزل من الظل ورحمة الله الرحيم من الطاعة والانقياد إلى الله جل وعلا الإمام أمير المؤمنين صلى الله وسلم وعليه عند رواية جميلة يقول في نهج البلاغة وذلك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين منذ خلق الله آدم إلى آخر بشر يموت لنقاش الحساب والجزاء أو وجزاء الأعمال خضوعا قياما خضوع وقيام واكفين قد ألجمهم العرق ورجفت بهم الأرض بهم الأرض وأحسنهم حالا من وجد لقدميه موضعا ولنفسه متسعا اللي يلقى مكان رجل إله ويلقى النفسه متسع مولانا هذا من أحسن الناس من خيرة الناس هذا عند الخروج من القبر لكن بأي هيئة يخرج الإنسان بأي شكل يخرج الإنسان من قبره هذا شوفون أعلان مهدي بهذه اللحية مولانا بهذا الوجه بهذا العين بهذا الأنف بهذا الفم بهذه الهيئة والشكل هل أخرج بهذه الهيئة من قبري أم لا بأي هيئة يخرج الإنسان بأي شكل طبعا القاعدة العامة أكو خلاف طبعا للعلماء بس القاعدة العامة أن الناس تخرج على أشكالهم الذين يعرفون بها أنا أخرج على الشكل الذي أعرف به أنت تخرج على شكلك الذي تعرف به هذه الملامح هذه العين هذا الأنف هذا كله يرجع يرجع فيخرج من القبر يعرف الناس تعرفه وهو يعرف الناس يدرها أم هذا أبو هذا أخو هم يعرفونه لكن أخواني أعزائي أحبائي أكو بعض الناس يخرجون من قبورهم بأشكال أخر يطلع من قبره يطلع من قبره يطلع من قبره بشكل بشر علامة خاصة يعني مثلاً أول واحد أشك في فضل علي بن أبي طالب سلام الله عليه الذي يشكه في فضائل علي بن أبي طالب الذي يشكه في مناقب علي بن أبي طالب الذي يشكه في معاجز علي بن أبي طالب سلام الله عليه يأتي أحدهم يسألوني أنا كنت في أحد الدول يسألوني أنا قلت أن علي بن أبي طالب شافة بنت علي بن أبي طالب شافة بنت في حياته أجتل ابني شلل أو عمياء عمياء الإمام علي من عليها بالشفاء يقلمون لنا أنا ما أقدر أقبل أنه علي بن أبي طالب شافة بنت هذا كلام قديم أنا عقلي ما يدركه يملعب بعقلك زين علي بن أبي طالب أنت تنكر فضله علي بن أبي طالب أنت تشكه في مقام علي بن أبي طالب صاحب الولاية التكوينية علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول لشي يكون فيكون عاصف ابن برخية يجيب قصر بالقيس بكامله إلى سليمان عليه السلام وهو عنده علم من الكتاب عاصف علم من الكتاب يقبل هذا بس ما يقبل علي بن أبي طالب شافة بنت وعلي بن أبي طالب عنده علم الكتاب كل علم الكتاب هاي ألف ولام الشمول بعد هاي ألف ولام الشمول علم ألف ولام والأنا الذي يشكه في فضل علي بن أبي طالب شلون يطلع من قبر مولانا ما يطلع صاحي يطلع بيعيب شوية الله مزعب لهم مولانا زين وين اسمه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رسول الله الشاك في فضل علي بن أبي طالب يحشر يوم القيامة من قبره وفي عنقه طوق من نار الله أكبر الله أكبر يخرج من قبره وفي عنقه طوق من نار طوق حديد من نار طوق من نار شبيه فيه ثلاثمائة شعبة ثلاثمائة شعبة على كل شعبة منها شيطان يكلح في وجهه في كل شعبة شيطان يكلح في وجهه هذا الشاك في فضائل علي بن أبي طالب هذا الشيئي أو غير الشيئي أو غير المسلم أصلا كل من يشكه في فضائل علي بن أبي طالب وفي مقام علي بن أبي طالب الله يخلب رقبته طوق من حديد ثلاث مئة شعبة هم بها كل شعبة بها شيطان يكلحه هذا واحد هذا حال الشاك في فضل علي بن أبي طالب الثاني من منع حق الله في ماله من منع حق الله في ماله هذا شلون يطلع هذا يأكل حقوق الناس أو لا يعطي الزكاة الواجب والزكاة المستحب واضح مرانا ما يدفع الزكاة الواجب المستحب مستحب الزكاة الواجب ما يدفع مرانا حق الله ما ينطي حقوق الله وحقوق الناس أيضا لا يعطيها شلون يطلع يقوله الإمام الباقر عليه السلام الشيخ الكوليني يقول عن الإمام الباقر عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم توجه لحبيبي وإن يديهم مشدودة هذا اللي يأكل حق الناس وحق الله خالي اسمعني وصلوا للخبر مولانا الإمام الباقر يقول موآني الإمام الباقر عليه السلام يقول هاي إيده يطلع من قبره شلون مشدودة أيديهم إلى أعناقهم إيده مربطة مجدودة بعنقه برقبته لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنمله ما يقدر يأخذ لأي شيء قيس أنمله ما يقدر مربوط هاي إيش والحمول أنا بعد معهم ملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا يقولون هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله في أموالهم بوي أموالك عليها زكاة لا شيخنا أموالك عليها خموس لا شيخنا هذا يمنع حقوق الله من ماله هذا الله سبحانه وتعالى شونه يطلع من قبره ها مولانا يشد أيديه في عنقه اشقال صاروا اثنيا الثالث مولانا الله الثالث مهم مولانا هاي من المبتليات في زماننا هذا من مشى في نميمة النمام النمام أنا قلته هدام بيوت هذا من أشد الذنوب النمام يقعد يمك هو مرض هذا مرض عد بعض الناس مولانا يقعد يمك يسمع منك كلمة يروح يوصلها إلى غيرك يضيف عليها عشر كلمات أو ينقص من عدها يسمع كلام منك يضيف على الكلام أو ينقص من الكلام أو يغير الكلام يوصله إلى غيرك واضح مولانا هذا الذي يسبب مشاكل أو يحرق بيوت كثيرة نعم الذي يمشي من أميمة النمام يموت عطسانا يموت ذليلا واضح مولانا حسابه عسير في قبره خروج من قبره بشدة ويوم القيامة يحاسب حسابا عسيرة أسمع الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث طويل جدا يقول النبي من مشى في نميمة بين اثنين من مشى في نميمة بين اثنين صلت الله عليه في قبره نارا تحرقه إلى يوم القيامة هاي وين بس بالقبر هسا إذا طلع من قبره شلون يطلع مولانا فإذا خرج من قبره فإذا خرج من قبره صلت الله تعالى عليه أسودا ينهشوا ينهشوا لحمه حتى يدقل النار إذا طلع من قبره الله صلت عليه أسود شيطان يعذبه وينهش من لحمه إلى أن يدقله نار جهنم وبئس المصير هذول ثلاثة إن شاء الله الموارد البقية إن شاء الله كيفية خروج بعض الناس بأي شكل سنأتيكم في الحلقة الآتية بحول الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي يا ربي على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر